مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة من الو تي في بهذه التغطية المستمرة للعدوين الإسرائيلي على لبنان انضم لألنا على بلاتوء الو تي في مستشار رئيس الجمهورية السابق دكتور أمال أبو زيد أهلا وسهلا فيك أهلا فيك مساء الخير لأليك للمشاهدين أهلا فيك أخيرا زبطت أنا وياك مش مشكل بيني وبين الزملة ما في مشكل أكيد دكتور اليوم حكما كل البداية رح تبدأ من التطور الأمن الكتير خطير بالبترون طبعا قبل شوية كنا عم نقرأ عن غارة بعكار رح نصلبها شوية لأول مرة ولكن قصة البترون فائعة كتير كوماندوس إسرائيلي الجيش الإسرائيلي بيعترف فيها بيفوتوا على شط يفترض أنه محمي من اليونيفل البحرية الألمانية تحديدا يفترض أنه مراكب الجيش اللبناني كمان تكون موجودة بالشط هناك خصوصة بإطار مكافحة الهجة غير الشرعية مثل ما كان عم يعمل بخلال المرة الماضية في مراكز للجيش اللبناني علمية استفهم كتير تطرح شو يلي صار بالبترون مين هو هالشخصية يلي الإسرائيليين فاتوا كوماندوس تركولوا كل وراءه الشخصية هاتفه خطوط أجنبية لابتوب كل ما يؤشر إلى ما يمكن عم يعملوا أخدوه حيا وإذا هو شخصية كبيرة بحظب الله لماذا لم يقوموا بما قام به سابقا واغتلوا بدلا من اختطافه هذه الأسئلة التي ترحتها كثيرة وممكن يكون عليها أجوية كمان متعددة هذا اختراق أمني كثير كبير منه أول مرة بتقوم فيها عمليا العدو الإسرائيلي عمل إنزالات بحرية بعدة فترات بتذكر ب73 لما نزلوا وقتلوا ثلاث مسؤولين فلسطينيين بأعتقد كمان بثمانينات عملوا عملية تانية حتى بجنوب بمنطقة السرفانت كمان عملوا عملية إنزال بحري هذا خرق واضح للألف سبعمية وواحد لهن عطول عم بيضلوا يقولوا بدنا نطبقوا أو حتى هن كمان خرقوا من الخرق عم بصير عدة مرات ثلاثين ألف خرق جوة عملوا زيدي عليها هلا هذا الخرق البحري بس الملفت للنظر قبل ما أجي أنا كنت عم بشوف عم بسمع نشط أخبار كمان من محطة زميلة لألكون عم تحكي المرسلي إلى المرسلي من حيفا عم تقولوا إنه الإسرائيلي قالوا إنه نحنا نسأنا مع اليونفل هذا بحد ذاته بورة اليونفل لأنه هذا شيء كتير غريب معلما إنه كانديس عملت يعني مثل بريس ريليس مصور إنه بتقول لا نحنا هذا الموضوع هذا بشكل تهديد لليونفل نحنا ما ممكن نتعاطى بأمور مثل هايدي أنا حقيقة فاجأني هذا الشيء اللي قالتو إنه زميلة اللي قالكن من حيفا هل يطلع صحيح أو خطأ هي بمجال الحكي معه بلكن هذا بحد بيطرح عليه استفهام كتير كبيره هذا أولا رقم اتنين إنه عملياً عملية مثل هايدي يعني فيه زوارق بحرية المفروض الرادارات إن كان لليونفل أو حتى الرادارات اللي عنا إيها نحنا بلبنان يعني للجيش اللبناني أو للأوة البحرية تقدر تستكشف أو تعرف ممكن تكون هذا الشيء استعملوا بعد المعدات اللي عنده أنت يشاوشوا على الرادار لأنه بتعرف في التقنيات اللي عند إيها إسرائيل متقدمة بس الأهم من الشي اللي ترحتي بسؤالي هو بالتالي أنه تعودنا على إسرائيل بفترة الشهر وشوي أنه بعدتهم بعملية اغتيال مباشرة لكل المسؤولين الأمنيين اللي بتعتبرون هي من حزب الله إن كان على الصعيد الإياد الأولى أو الإياد الثانية وشفناها من 17 شهر أيلول حتى تاريخ يمكن مبارح أو اليوم قالوا أنه في عندهم عملية اغتيال لأحد المسؤولين أنه سؤالي بنسأل أنه من الجمعة صباحا حتى طلعت الخبرية تبعيته اليوم هل يترى هو مسؤول فعليا أو في هو قد يكون أنا إلي حق كمواطن أسأل أنه ليش ما تم اغتياله راحوا متما قلتي أخدوه شخصيا يقال أنه بدون يحققوا معه ولكن أنا بقول إذا هني بيعرفوا إلى أنه هذا الشخص مسؤول بالأول بحرية يعني ممكن يكون عندهم معلومات أكتر وأكتر يعني ما أنهم مضطرين يخدوه حتى حققوا معه إلا إذا كان هناك نوع من تعاون هذا الموضوع أنا ما بعرف خصوصا أنه تركين له كل أجهز مية بالمية ما في ناحكم عليه ولكن إلي حق تساءل بهذا بمعرض الحديث عن هذا الموضوع ولكن بحد ذاته اللي صار مثل ما قالت اليوم بالبطرون وحتى امتداد عن العكار لأول مرة بيصير فيه استهداف لمنطقة عكار ودربوا جسري بربط لبنان بسوريا بلدتين مع بعضهم هذا كمان أطع الأوصال بين لبنان وبن سوريا الممرات اللي بعضهم بعض اللبنانيين أو حتى غيروا اللبنانيين ممكن يكون لموضوع التموين يعني شو اسمه الأسلحة والزخيرة تموين بسليح ونقص إيه أكيد لأنه إذا ما نشوف شو عمله يعني عم بيحاولوا يقطعوا الأوصال البرية والبحرية والجوية قبل ما ننقول على ليش أطع هذه الأوصال كلها مسألة التنسيق مع اليونيفل بعد كل الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفل تطرح علامات استفهام خصوصة من يلي مطروح بالمقترحات الأوليكية ومقترحات التفويل اليوم عم ينطرح أن يكون هناك قوة متعددة الجنسيات هل مجرد كب هذه المعلومة هو محاولة توريط لليونيفل على دورة؟ لتلك أنا مجرد الحكي بهذا المعلومة إذا كان صحيح طبعاً بده أكون فيه التقليب لأنه بالأساس فيه نوع من بعض الشكوك من جانب تحديداً إذا بدك تنقوطاً حتى بالأمور الصحيحة من جانب حزب الله لبعض الأمور اللي كان يونيفل عم بيحاول يقوم فيها خصوص الأول الألمانية البحرية 100% من ناحية مش بس الأول الألمانية البحرية فيه عندك حتى صافي بعض الحوادث من شنوب قبل الحرب قبل الحرب أكيد عم بيحكي أنا عن قبل الحرب هذا بحد ذاته إذا صار اليوم فعلياً كما تدعت زميلتك على إحدى الإزاعات قالت هذا الشيء بيكون أكيد في نوع من تقليب لهذا السبب كاندس اللي هي متحدثة أو نيبة متحدث باسم اليونيفل قالت اليوم أنه هذا الشيء اللي عم بنحكي أنه ممكن نكون يونيفل عنده علم أو هي تغاضية إذا بدك هذا بشكل توريط لليونيفل واستهداف لقوة اليونيفل بحل زيتها بس يمنى لأول مرة يعني كمال أول ألمانية الأسبوع الماضي أو قاعدت مسيرة مئة بالمئة أو قاعدت مسيرة أول وبعدين نحن نعرف أن هذه القوة البحرية الألمانية عم تجول بالبحر عم تفتش بعد السفن صار في عدة حوادث بالماضي إذا منتزك إذا منرجع بسنين لورا أن السفينة قابلت تفوت سفينة من قابلت تفوت لتفلى واحد ولتفلى اثنين أكزاكلي وسفينة اللي فوتت المتفجأة المتفجأة على بور بيرون تفيت كل كل سهولة لهذا السبب حتى نحن ما نروح بالمجرية الاتهام في هناك نوع من غموض هذا الغموض لازم يزال حتى نكون نحن كلبنانيين وحتى كحكومة لبنانية تكون عارفة فعليا الأدوار اللي عم تقوم فيها أي سلطة عسكرية تحت رقابة الأمم المتحدة لأنه استهداف اليونيفل من قبل العدو الإسرائيلي كان بالأصف الهدف هو أنه خليهن يزيحوا من بعض الأمكاني حتى يكون عندهم إمكانية التوغل اللي هني كانوا عم يحاولوا يعملوا ببعض المناطق الحدودية تحديدا من منطقة النقورة يعني بأمكان معين هني بدون يتقصدوا ويدربوهم بأمكان أخرى ممكن يتحاولوا ويتعاونوا لأنه الصدام معهم مكلف الصدام معهم مكلف وقال بعض هلأ رح يقول أنه حتى هذا الاستضام قد يكون مجرد غطة لتعاون كل شيء ممكن بعدنا أنا العودة لأن التطعيمة يكون إذا بتتذكر في محاولات كانت بأنه يكون في بعض التعديل على المهام طبعا جو به تبرافض معين لأنه بالنهاية أي تغيير بدك الخمس أعضاء الأساسيين بين مدلس الأمن هن يوافقوا روسيا كانت على طول والصين قلوا لأ نحن شو بده الجانب اللي بمين نحن رح نمشي معه واليوم إذا عم بنحكى بالـ 17-01 حتى ما يتعدل خوفا من أن يروحوا على مدلس الأمن يكون في معارضة أوفيته روسيا وصينيا بيعدلوه على الأرض بأمر واقع على الأرض ضمن التفسير اللي هو عمليا التفسير ما هو الشيطان بالتفاصيل رح نفوت فيها بالتفاصيل الشياطين الدكتور أبوزيد بس بدي كمّل شوي بموضوع البترون لأنه كمان هناك بعض الأسئلة مش بإطار أكيد التشكيك بالمؤسسة العسكرية اللبنانية طبعا ولكن بدنا نكون موضوعيين كمان اليوم إذا رادار اليونيفل ما بعرف عم بيقولوا أنه في نقطة إدروفاته مننا القوة الإسرائيلية ما لأطى الرادار لا اللبنانية ولا القوة بعض العالمات الاستفهام تطرح أين الجيش اللبناني اليوم سؤالي بإنساء ليش تأخر التحرك أصلا يعني منفج الجمعة لليوم لأنكشفت الخبرية وبلشت التحقيقات وبالتالي شو بيصد لأنه يمكن هلأ كيف انكشفت يمكن انكشفت من الجانب العدو الإسرائيلي لأنه مثل ما قلت أنت أنه يوم الجمعة أنه صار الدخول على البحر بالبترون يوم الجمعة بعدين بيحذت ولازم أنا ألفت نظر لشي كتير مهم هون إذا كان ليش البترون منطقة تعتبر منطقة مسيحية بإمتياز كمان هذا الموضوع هذا موضوع كمان كتير مهم أنه الجانب الإسرائيلي من غير شر على طول يسعى إلى خلق إشكاليات بين الشيعة وبين الأطراف المنكونات الأخرى إن كان اسمها درزي إن كان اسمها سني حتى إن كان اسمها مسيحية وهذا مية بالمية وهذا الشي اللي قام فيه الوزير باسيل يعني رئيس طيار بالكتاب اللي يوجهه للمسؤولين اليوم يحذر من هذا الموضوع يقوله فترة طويلة عم بيحذر له لأنه الهدف الإسرائيلي واضح إذا حتى لو صار فيه وقف اطلق نار حتى لو صار فيه وقف اطلق نار المسعى طبعه لخلق الفتن ما رح يوقف لأنه أسبابه وجزوره إلى حد ما بعدها موجود مثل النار تحت جمر تحت رماد حتى نحن كمان نكون متنبيين لهذا الشي نرجع للموضوع طبعك أنا كمواطن لبناني بسأل الجيش موجود واليونيفل موجود إمكانية إسرائيل بالتكنولوجيا اللي عندها لتقدر تفوت والله أنا بقلك أنه احتمالية موجودة لأنه فاتت على مناطق أخرى وصلت على إيران أصفت إيران حتى إيران ما قدرت أصفت وقتيلة إسماعيل هنية وقتيلة إسماعيل هنية ويقال أنه إسماعيل هنية كان معه تليفون كانوا يحكوا معه على التليفون يعني معه من فترة طويلة يعني كانوا على طول حتى بمحلات معينة بمراحل معينة يعني ما بدنا نروح للكونسبيرسي ثيري هيك بشكل كامل أنه في حدا مخبر جوا ببعض الأمور لأوقات التواصل السياسي بالفترة الماضية بالما يطلع هو على على قطر أو حتى على محلات قبل سبعة الشيء أول عم بحكي هذا بعضه موجود بدأ فيه نوع من استلشاء فيني يقول لكي أوقات واحد بيصير معه صار اللي صار يعني أنه يفوتوا على العنة لتليك فاته قبل وممكن قادرين يفوتوا بكرة وبعض بكرة إذا ما صار فيه قرار فعليا أنه لا هذا الشيء أنه يتوقف من الجانب اللي هو لازم يقوم بدوره اليونفل من درجة أولى وجانب الجيش اللي بين الشارة يكون عنده الجيش كل المقومات والتقنية يقدر يقوم بهذا الشيء يعني عملية البترون فينا نكون عم نحطها بإطار عميل لأنه بعد ما في موقف لحد هلأ عن حزب الله علما أنه الجهة اللي كشفت يعني تنقول هي صفحة المحطة بعتقد أول من نشر هذا الفيديو الزميل حسن علاء كمان تحدث عن هذا الموضوع وبالتالي هون كمان شوي بدنا نكون موضوعيين مئة بالمئة مع النقطة هلأ بعض المعلومات تحدثت أن الإسرائيلية قدروا يمحوا صور كاميرات جزء من الداتا ايه لما هذه أنا جاي هلأ لعندك ريتا هيدا كمان بيعطيك نوع من بيخلق لك الشكوك أو بيعزز لك الشك تبعيك في حال أو قد يكون بعضهم بعض اللبنانيين كان يكونوا موجودين معلومات إذا تتذكر أحدهم قالوا عن مدنيين أحدهم قال عم بيحكيني بلهجة لبنانية هذا لا يعني أنه ما فيه لبنانيين كانوا بالزمان مع جيش تبناني جنوب أو حتى إسرائيليين بيحكوا اللهجة تابعتنا بشكل طبيعي يعني بالحالتين بس هيدا خطرة لأنه أصلا الفيديو ظهر بعتقيت شخصين هنا اللي بسين مدني أنا ما بعرف إذا فيه أكتر هؤل اللي قدرنا نلاحظون من بعد محضرنا هو التركون تركون لأني تنشوف واحد على السكوتر كمان يعني ثلاثة فجان ما بعرف صح شوية هذا فيلم أمريكي طويل ليش والصوت لا فيلم مثل هوليون مثل هوليون بس لا ليش عم قللك فيلم أمريكي طويل لأنه البعض بيعتبر مين قال أنه هذه قوات إسرائيلية لأنه كمان البعض بيعتبر قد تكون قوة أمريكية خصوصة أنه كمان جريدة الأخبار خلال الأسبوع الماضي كتبت أكتر من مقال وقالت فيه عن تعزيزات عم تحصل بمنطقة يعني إضبايا إذا مش غلطاني بموقع قريب للسفارة الأمريكية وبالتالي ما بعرف هذا مجرد سؤال لأكتر شخصي أنه ليش بدت تلجأ أمريكا للشغل مثل هذه هذا بعض الأسئلة اللي ترح واضح على إسرائيل لأنه عملتها بالماضي وعند الرغبة أن تعملها اليوم وبكرة وبعض بكرة وعند الإمكانية خلينا نكون كمان إحنا صارحين واعيين بهذا الشيء مع بعضنا للأسف أنه عند عند الجرأة وعند الإمكانية ونحنا يعني كأنه محظر على أن نكون في عندنا العتاد والأجهزة الأساسية الضرورية تريد أن نمنع أي محاولات من قبلهم هنا إن كان بحرية جوية أو حتى برية عظيم هذا الخرق دكتور أبو زيد يعني عم يجي من بعد ما إجاء أمس هوكستين إلى تل أبيل مع مفيرة أنه هالمرة إجاء بريت مكجورغ ما إجاء لحاله بعتقد هذا أهم ما كان في الزيارة ولكن رغم هذا الموضوع فلوا من دون أن يلتفتوا إلى لبنان رح أربط بين الحدثين بس بداية اليوم أولا مجيء بريت مكجورغ ماذا يعني هو كبير مستشري بايدن بموضوع الشرق الأوسط ثانيا أن يغادران من دون اتصال بلبنان هل هو بيعني فشل مفاوضات ولا لا ما في تأدّم بس المحاولة ستبقى موجودة الواضح يعني حتى من الجانب الإسرائيلي تعالك لأنه بإسرائيل الإعلام بإسرائيل بيحكي على رغم الرقاب اللي موجودة العلام بيحكي حقيقة يعني إذا بترقب أنت الإعلام طبعا حتى والإعلام الغربي اللي إلى حد ما بيعكس يا سلبية أو إيجابية الجانب الإسرائيلي لا واضح أنه فيه كان نوع من عدم توافق إهن وإياهن في موضوع وقف يطلق النار باللبنان وليش لما بيقلك أنه خلي يطلع وقف يطلق نار من جانب واحد الجانب اللبنان بعدين نفاها آموس هوكستين بهذا الموضوع ولكن لما بتنذكر يعني طرحت من مؤسسة إعلامية محترمة بالعالم وبرضو أنه الإعلام أوقات بكبأ لونية اختبار بجميع الحال ولكن هذا بيأشر عشو أنه كان فيه نوع من عدم الاتفاق ليش ليه بده نيتنياهو يلي هوي عنده الغرور الكبير وعنده الأهداف السياسية يلي حططها براسه طي ينفذها بالوسائل العسكرية لأنه وضعه السياسي مثل بدهوا يعملوا بدهوا شوف كيف انعكسوا بس تروقوا الأوضاع العالم بده ترجع تتذكر أنه فيه عندك مسجونين فيه عندك شو اسمه يعني أسرى موجودين مع حماس شو بدهوا يصير فيهم بعد لتاريخ هذا اليوم مش معروف شو هو اليوم التاني بدهوا يصير بغزة لتاريخ اليوم بعد منا يعرفين شو الألية التنفيذ بده تصير في حالها في وقفة الأنار بين لبنان وبين هنه وشو هي الآلية التنفيذ وشو هي الخطوات اللي بدتنا والتفسير طبعا السبتعة سفر واحد لأنه الرئيس بيقر برضي بيقلك ما بدي يغير حرف واحد فيه هوكستين بالشي اللي قاله لما طلعا عند الرئيس بري اللي عم بقول أنه نحنا ما بدنا نغير بس هو بدنا نقدر نعمله آليات أو حتى تفسيرات للتنفيذ هون هون الاشكالية لما تقولك أن يكون موجود معه هي ممكن لأول مرة لأنه أي اتفاق ينعكس إيجابا على الحمد الانتخابي إن صارت الحمد الانتخابي الأمريكي عم تتأثر كتير بالجانب إذا أريدك اللبناني تحديدا مش بس الفلسطيني اللبناني لأنه الإتالي اللي عم بيصير بين إسرائيل وبين حزب الله أهم بكتير من الإتالي اللي كان عم بيصير وبعضهم عم بيصير مع حماس ليش دكتور لسبب معي أنه أولا حزب الله عدديا أكتر ترساني الصلوخية اللي عندويها أكتر الأول العسكرية اللي عندويها أكتر يعني راكم راكم إذا أريدك خبرات قتالية بعد الشيء اللي صار بسوريا وبعد الشيء اللي صار بال2006 على الرغم من أنه قدرت إسرائيل اغتالت المسؤولين الأساسيين فيه ولكن عم نشوف اليوم مع الأول العسكرية والتدميرية الكبيرة وهالها المجيئة الإتالية اللي عم تعملها إسرائيل على الجنوب ككل بتدمر قرى بتدمر بالمدن عم تعمل أرض محروقة كأنه عم تعمل بافرزون بعده بعده حزب الله على رغم الإصابات اللي صارتوا عم برجع بعده عم بيقاتل عم بيقاتل وعم يضرب صواريخ بس بعدد عمليات فيه تناقص خلال الأيام الماضية أكيد وبهجمات البعض بيقول أنه إذا حزب الله يملك كل هذه الصواريخ يلي كان السيد حسن نصر الله تحدث عنه بوقت سابق صحيح حتى الشيخ نعيم آسم بكل خطباته عم بيركز أنه المقاومة قادرة ليش لحد اليوم لم يتم استخدام هذه القدرة هذا السؤال اللي سيطرح بشكل متكرر وحق الناس تطرح هذا السؤال لأنه لما كان سمحت السيد حسن نصر الله الشهيد حسن نصر الله يطلع يحكي العالم كان عنده بتصدقه في عنده مصدقية أنا ما بعرف شو في عنده حزب الله ولا حدا مننا قادر يعرف شو في عنده حزب الله ولكن يبدو أنه اليوم مثلا أو مباريح قالوا أنه في نوعية جديدة من الصواريخ حزب الله عم بيطلقها من أمكاني معيني حتى المسيرات الجديدة اللي عم بيقدر حتى الإنشطارية كمان هذه أول مرة عم نسمع فيها ممكن تكون الأمور بعدها منه بحاجة حتى يستخدم لأن إذا منتذكر قال هو عندنا صواريخ تصل إلى حيفا وما بعد بعد حيفا لكن ببعدني أنا بتذكرها بأحد الخطابات وصل إلى ما بعد بعد حيفا ولكن بعدنا ما رحنا مثل ما قلت الباليستيك الصواريخ الباليستيي الكبيري المتوسط والبعيد المئة بالمئة المتوسطة والبعيد لأنه هيدا بيحط زيته بيحط لبنان وبيحط المنطقة ككل على شفير حرب يعني يعني إقليمية قد تكون مؤدمة لحرب يفوتوا فيها الدول الكبيرة بتقليلي لأمريكا اليوم عم تدعم إسرائيل والغرب كله عم تدعم إسرائيل بكل شي لأنه تعتبر إسرائيل وقال رئيس حكومتها أنه هي بحرب وجودية وقال لهم أكتر من هيك بالأمم الانتحدة أنا عم دافع عنكم صحيح حتى بهذا الإطار هو ولكن هذا لا يعني أنه استعمال هذا النوع من الأسلحة يلي هي ممكن ممكن يكون عنده حزب الله ما بيخذك إلى واقع أسوأ أو أكتر أو أكتر ولكن البعض بيقول أنه إمكانية توصل إلى طاولة تفاوض أنت وتكون عندك نوع من القوة أنك تقدر تقزيهم يا بالميدان أو تقزيهم بمحلات أفرق بمحلات أفرق يمكن الوقت بعد ما أجه من هيك ما بارد لكن لش اللبنانيين نطرين انتخابات الأمريكية الإدارة الأمريكية كائنا من تكون لشي ضد إسرائيل هني عم بيقولوا علنا المرشحين أكيد هذا المنطق الطبيعي أمن إسرائيل الدفاع أمن إسرائيل أولوية هذا أولوية هذا شي ثابت بالسياسة الاستراتيجية الخارجية الأمريكية واضح ليش ما نتخبى وراء أصبعنا هذا شي واضح بعدين هني واضحين ولكن انت روحي للجانب الآخر أوروبا شو عم تعمل مؤيدة للآخر يمكن لأسباب بتتعلق بتتعلق بموضوع الحرب الروسية الأوكرانية هني ماشيين ضد إيران وعندهم خوف أن إيران قم في عندها أمبلي نووية يعني كمان هذا الشي بدك تخديه بعين الاعتبار أنه أي تصعيد ممكن كمان إيران تستهدف أكتر وأكتر هل يا ترى إيران بد تخلي حزب الله يستعمل هذا النوع من الأسلحة هذا سؤال يعني عم نحكي أنه استخدام هذه الأسلحة يحتاج إلى أوكي إيراني أنا برأي ممكن إيه لأنه قلتلك إلا ما بتخرج عن المسارات مع العلم أنه إسرائيل باللي عم تعمله قطعت كل شي موضوع اللي كان عم تحكوا فيه قبل أنه أنا ضرب لي على كيلوماتر بضرب على كيلوماتر خطوط حمرة ايه خطوط حمرة جاوزت أو قطعت هذه الخطوط اليوم هل يا ترى بعد فيه إمكانية أنه هذه الخطوط تضل هيك ما تتوسع أكتر أنا بقول لك أنا رأيي وأنا أعطي الشخصية وقراءتي أنه نتنياهو سوف يساعد ويساعد ويساعد أكتر وأكتر وأكتر نتاريخ هذه اللحظة بعد ما أعلن هو الانتصار وحزب الله ما أعلن هزيمته أوكي أنه المعارك الحرب هي معارك بتخسري معركة بتخسري اثنان بس بالنهاية بديك تصل للنهاية تحقي تشعر في أنت شو بديك تعمله إذا نحن عم نحكي عن هذا الموضوع حزب الله متيقن أصلا أنه الحرب طويلة وقال للشيخ نعيم أعطي عودته لحرب طويلة بالتالي اليوم مين رح يوقف نتنياهو إذا من واجع هذا البنيا من نتنياهو وهون السؤال ليش ما منقطع الخات قبل ما يصير فيه هذا التصعيد الكبير والكبير جدا لأنه للأسف دكتور أبو زيد التصعيد عم بيكون على دم اللبنانيين يعني التصعيد ما عم بيكون على الأراضي الإيرانية نحن اللي عم ندفع التمن طبعا نحن لأنه نحن بالواجهة مع إسرائيل هذا رقم واحد رقم اثنان يعني بديكشوف الغرب كمان نحن لازم نكون عندنا أناعة هي التالية أمريكا والغرب كله كل الغرب عم بيحاول عندهم واضح بالسياسية تبعون أنه بيعتبروا أن حزب الله هو الذراع الأقوى لإيران لإيران في هذه المنطقة وحزب الله عطى إيران عطى إيران بالموقف تبعه إذا بدك يعني بالوجود تبعه بطريقة العمل تبعه بالمعارك اللي قام فيها بسوريا بمجابهته لإسرائيل الدور الأكبر لإيران في الإقليم بين كان بالخليج وين كان عندنا هون استهدافه بحد ذاته هو بروكسي هني عم بيقات وقيران بواسطة حزب الله أوكي نحن عم نتفع التمان كان لبنانيين يعني شهداء واقتصاد ومدنيين صح واقتصاد وخراب أنا أنا اليوم كنت أنا بجزين وجي أوكي أنا يعني بطلع كل جمعة مرة ومرتين يعني بتشوفي إلى أي مدى لما بتطلع بتلاقي إنسان ضيع فاضي ما فيه حدا يعني ضيع أكون فيها مثلا ألفان بتلاقي هلأ فيها ثلاثين أو خمسة وثلاثين أربعين وواقع هني اللي ما بيتركوا بالعادي هني اللي بالعادي ما بيتركوا لأنه الهمجية والبربرية اللي عم بتصير عليهم لهذه الناس إن كانوا حزب الله وإنما كانوا حزب الله هني هلأ ستنا أنت عم تتوجه ضد طائفة بأكملة ضد الشيعة بس دكتور ألم يحن الوقت هون هلأ رح نحكي عن قصة ضد طائفة بكملة لأنه واضح أنه التدمير ممنهج بإطار متضحرج يعبدو يخلق مشكل بالداخل يعبدو يهجر إلى الخارج ما فيه إلا حل من هذين الحلين ولكن اليوم الإسرائيلي عندما يكون عم يضغط بهذه الطريقة ما حان الوقت أنه إيران تعطي حزب الله أو ترد جزء لحزب الله مما أعطاه حزب الله لها خلال كل السنوات الماضية ما حان الوقت يكون فيه رد جميل إلى حد ما توقف هذه الضربة توقف هذا المشروع على المكون الشيعي من حيث المبدأ بدك تشوفي أنت هلأ اليوم حزب الله قال الشيخ نعيم آسم إذا بتتذكري بعد اغتيال سمحت السيد إذا منتذكر أنه الآن بدأنا الدفاع عن لبنان ما عد عم بيحكي عن سناد غزة بأول خطاب قاله صحيح شو يعني هيدا الدفاع عن لبنان ما عدنا هلأ عم نعمل شي نحن قاله علاقة بيغزة صار فيه هجوم على لبنان اعتداء على لبنان نحن واجباتنا أنه نحن نتصدر هذا الاعتداء صحيح إذا بدنا نقول أنه إيران لازم تعمل هذا الشي وتساعد أنه بيوقف هذا الإتال هذا تيسير بده يكون فيه مراحل يعني ما لا حق إيران تتصاوض عننا حتى نبلش أنا وياكي بالنهي نحن لازم يكون في عنا دولة أخذت قرار الحرب عننا يا دكتور غلط مش ضروري يكون مع حق هذا غلط أنا مش عملك أنه هذا معهم حق فيه لأنه لما بيكون في عندك رأس للدولة الاسمه رئيس الجمهورية اللي منه موجود اليوم بتحسي هذا التضاعدة على الكبير اللي صار لكن سنة 2006 كوندريسا رأس كم مرة يشت على لبنان كم مرة مسؤول أوروبي يجي على لبنان عم بيحكي حتى رؤساء يجي على لبنان اليوم نحن قديش إلى الحرب عم بتصير مع المقاسي اللي نحن عم ندفع تمنع مع الشهدة مع الخراب مع الضمار مع الهل إذا بدك نسونا هتلر حقيقة نسونا هتلر الإسرائيلية باللي عمدوا إن كان بيغزة وإن كان بلبنان اجتمع رئيس الحكومة مع بلينكين وين بلندن بلندن مكلف حاله مكلف خاطره يجي عنه على لبنان هذا عشو بيدل إنك أنت مرافع الياد وتركي لإسرائيل المدى تروح إلى الأقصى هل يترى بأي تفاوض بده يصير معين إيران وبين الأمريكان مباشر أو غير مباشر يلي عملياً عم بيصير حدوده ونجحاته ضمن أي فترة إيران بده تعطيه هذا للديمقراطي نجحات معينة هلأ أو بده تنتل تشوف الرئيس الجديد اللي بده يجي إن كان اسمه كامالة كرئيسي أو حتى الرئيس ترامب لأنه بالعادي الرئيس ترامب بس يجي بعد أربع سنين إذا هو يعمل رئيس جمهورية على رغم المواقف المتطرفة في طبعيته إله مصلحة يعمل ديل مع إيران لماذا بده يعمل ديل ولكن حسب أي شروط كبير كتير هذا الحكي حسب أي شروط يعني هنا عم نحكي احتمال أنه إيران ترد على الهجوم الإسرائيلي الأخير مش بالضرورة يكون قبل الانتخابي لا مش بالضرورة قد يكون هاي بلا تشوفي المصلحة كمان لك إيران بالنسبة لألا أنا أناعت الشخصية الحفاظ على النظام أهم من أي شيء آخر خلينا نكون وعيين بالنهاية الدول حتى لو على عرس حزب الله الحفاظ على النظام في إيران هيدا بيجي بالمقدمة لا بدنا نتغاضع عن حقيقة دولة إيران ملا دولة صغيرة دولة إقليمية كبيرة فيها عندها سكانة عندها الجغرافيا طبعا دولة غنية إلى مصلحة أن تقدر تعمل اتفاق مع الأمريكان حتى ترفع العقوبات اللي عليها إلى من سنة التسعة وسبعين عم تيشبه إيران بعقوبات وبرضه مع كل العقوبات اللي عندها بدل في عندها أمكانية تقدر تساعد هون وتدفع هون ليش علاقتها الاقتصادية مع الخليج اليوم اليوم على كل العداء الموجود بين الإمارات العربية المتحدة بعشرات المليارات بين وبين إيران حتى المملكة العربية السعودية حتى قطر حتى البحران مع العراق مع سوريا يعني أنه على الرغم من كل هذا الشي بعد في عنده علاقات تجارية مع الصين عم تبيع على الصين بيترول طب يعني هذا عشو بيدا أنه بهمة إلهي تقدر قدر الإمكان تحفظ هذا النظام اللي عنده وتقدر تلعب بالملعب حسب الشروطة رجعتنا إلى تصريح الرئيس الإيراني مسعود بيتشيكان ما بعرف إذا صار عمره شهر هذا التصريح لما قال أنه إيران تحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار هل هذا إعلان تفاوض من الرئيس الإيراني أن يعطوني استثمارات بهالقد بعطيكم مقابل ما بعرف شو هو لو حردك لقبل الرئيس الإيراني تتذكري لما صلي في فترة سماح وإجت الشركات الأمريكية والفرنسية على إيران عم نزيارات وكم تيارات بوينج أو أيرباس طلبوية متوشورة كنا عم نحكي بحدود 98 و90 مليار دولار لأنه سوء الإيراني كتير مهم للعالم الغربي ضمن الولايات المتحدة ضمن الولايات المتحدة الأمريكية أكيد شو لكان ضمن الولايات المتحدة الأمريكية طيب دكتور لما نحكي عن هذه النقطة في مصلحة لإيران أن تبقي على كل هذه العلاقات الاقتصادية سؤال يلي بدأ أصله بشكل مباشر هل تذهب إيران إلى التضحية بكل ما بدأ سميهم أذرع بكل حلفاء ضمن حزب الله يلي البعض اعتبروا أنه هو المحور هو أساس المحور وبالتالي هل تتخلى عنه بهذه السهولة ما أبيل يكون في ضمانات على المستوى الاقتصادي على مستوى النظام عندها ربما على مستوى اتفاق نووي إعادة إحياءه بشروط ما بعرف إضافية بكون في عندك أولويات الأولوية الأولى تتعلق بإيران بالذات وما بعتقد أنا هالاستثمار الكبير اللي عملته إيران بحزب الله أنه هتتخلى عنه بالكامل لكن بعد استجهد سمحت السيد حسن نصر الله قديش صار بالبيئة الشعية تتخلى عنه جزئيا لا لا مش مش يقولش جزئيا ما ممكن تتخلى عنه بالشكل الكامل وقال إذا بتتذكر وقت إجا الوزير الخارجية وإجا بعدين رئيس مجلس النواب الإيراني على البنان شو قال ونحن كإيرانيين كدولي نحن نعمل إعادة إعمار كل اللي صار وكذا رجع الشيخ نعيم آسم بآخر خطاب رح نرجع نعمل البيوت أحسن مما كانت هذا التزام كان من قبل إيران وان كان الالتزام الاجتماعي والالتزام الديني والالتزام الاقتصادي بالبيئة ما فيه يتخلوا عنه ولكن أن يبقى أن يبقى حزب الله يشكل تهديد لإسرائيل هون الصراع ليش عم بيصير هلأ كير مال هيك تعتبر إسرائيل وأمريكا معها أن حزب الله بيشكل تهديد مباشر لإسرائيل الحرب اللي عم بتصير هو ندفج حزب الله على مسافات محددة شمال اللي طاني على شمال اللي طاني هلأ بتقليلي طوراتي براسق وصل لنهر الأول يمكن تاخد البنين كلهم هني من النهر للبحر مثل ما بقوله هاي دي إذا بدنا نمشي بالتطرف اليمين اللي هني عن دنيا بس بروحوها بطريقة جزئية حتى نحنا ما نوصل لها المرحلة هاي بدون يحافظوا على المكون الشيعي ويجباتون يحافظوا على هذا المكون الشيعي إذا ما حافظوا عليه بس كيف بدون يحافظوا عليه بدون يحافظوا عليه والحزب سياسي بجناح عسكري والحزب عسكري بجناح سياسي بالسياسي بدون يكون حزب الله يعكس المجتمع الشيعي في لبنان هو حركة أمل هاته هنا أي الشيعية شئتي أم أبيتي أنا ابن منطقة مشتلكة فيها شيعة ضايعت فيها شيعة مقصومين الشيعة بين الحزب وبين حركة أمل مليخ ويلي بعضه متأمل أنه بكرة بحصير فيه طرف تالت اليوم يعني أنا بقول له من اليوم أنه يفكر بشي تاني التطور والتغيير بدوا بدوا سنوات تطروا في الإسرائيلي قابلوا على كل حال أكيد أكيد تشدد مقل الأطاق الشعيين لأنه اللي عم بيصير اليوم أنا اليوم كنت عم بشوف ناس عم بزورهم يعني من الهني بمراكز الإيواء أنا قصدت أسألهم موقفهم متصلب أكتر عما كان قبل عرفوا شو اللي عم بيصير أنه الدمار اللي عم بيصير الأطل اللي عم بيصير التهجير اللي عم بيصير العذاب اللي عم بيصير هذا لا يعني أنه ضمنياً كل يوم تأخير بوقف الحرب التملمو الموجود حتى نكون وعيين حتى ضمن حتى ضمن البيئة قلنا نحكي الأمور كما هي كل يوم تأخير بحصم الأمور بيوقف اطلق نار وينعمل حقيقة النوم من تسوية تشمل أنه كل تسوية أنه لبنان استعيد كل حقوقه إذا بدك الجغرافية اللي حط إسرائيل إيد عليها كنت أنا بتذكر على إحدى الوسائل العالمية قلت سؤال ليش أنا بدي أطلب من حزب الله يسلم هذا السلاح هيكي مقابل مقابل لا شيء أنا كلبنان شو بدي أستفيد أنا مقابل هذا السلاح لازم كدولة لبنانية كشعب لبناني يكون في عندي شيء مقابل واستفيد منه فوتتني على كتير أمور انطلاءا من قلية التطبيق السباة عشر بس تأختم جانب إيران ما بدي روح عليه لأنك حضرتك قلت عن فكرة كتير مهمة قد لا يتخلى عن حزب الله بالكامل إذا بده يدعم حزب الله بالسياسة هذا يعني أن الجناح العسكري لحزب الله إما أنه سيحل وإما أنه سيدمج من حيث المبدأ إذا بده يكون في عندهم قرار مثل هذا أنا كنت أنا بقول على طول أنه ممكن هلا هذه آخر حرب آخر حرب عم بتصير على شيء مدى لكن من سنة 2006 إلى 23 سباة عشر سباة عشر سنة سباة عشر سنة يعني هلا إذا صار في وقفة لقنار وصار في نوع سباة عشر سفر واحد اللي بده يتنفذ خلينا نكون وعيين سباة عشر سفر واحد سوف يذهب للتنفيذ من الجانبين نحنا عطول منقول ليش إسرائيل بده الكو أكسسنس طبعا والأمن طبعا ونحنا بدنا نضل نشتغل على أمننا بدلا ما هي ما تشتغل على أمننا كمان نحنا بدنا نكون في تساوي بهذا الموضوع هن بدنا يعيشوا مرتحين واللبنانيين بدنا يعيشوا مرتحين وبعدين في شيء كتير مهم ابن الجنوب بدنا بدك تفكر كما هو يفكر الدولة كانت بتخلي عنه بدت دولة تروح الدولة كانت بتخلي عنه أي يعني بأراراتها هي بأراراتها الدولة تخليت عنه تسمحط له ويوصل لهالمراحل هذي أنه يقبل بالمقاومة ويحمل السلاح كرمال هاك على كل حال هذا الموضوع تاريخ حزب الله إنشاؤه وإقامته حكى فيه نائب حسن فضل الله بيكتابه وفصل فيه ليش صار فيه حزب الله أحد أهم الأسباب أنه الدولة اللبنانية ما كانت موجودة تخليت عن دورها وتخليت عن مناطق الأطراف يعني تنكون يعني أنا مش عم بقول أنه هذا الشيء صح أنا وبنهاية الأمر أي حل أي حل بده يسير بده يكون بكلام في الدولة اللبنانية بتعاون معين بين الجميع وفيك من ضمنه تقولي أنت هالجناح العسكري طبع حزب الله بدي يخلق له شيء خلاكي لما حلوا الميليشيات بلبنان وفوتوهم بالدولة إن كان بالجيش أو قوى الأمن مشو اللبناني ما يعرف يستنبط أفكار هناك فيك تقولي أنا فيدي أعمل استراتيجية دفاعية من ضمنه أول ناس زكارة الرئيس ميشيل عون بس رحل لك شغلة مجرد ما صارت قصة البترون وهلقد انكشاف بالسيادة رح يقولولك كيف بدنا نقدر نعمل جيش لا خلولنا حزب الله لأنه هو قادر يحمي في كتير ناس رح تبلش تتسوي هذه النظرية أنا ما أقول ولكن هذا سبب إضافي إنه كن فيه تركيز على استراتيجية دفاعية بموافقة جميع اللبنانيين حتى تقدر تحمي لبنان بشكل كامل ولبنان عنده الحق ساعتها مش إنه مثل الاتفاق الهدني إنه ما بيحقلك إلا بعشو بوريد وكل بارودة فيها خرطوشي أو خرطوشتين ونوع عندي ببي بدك تحطيها على حدود وكم عسكري ما كمان الأمور يلي أنت بتروحي فيها ببي هاك مجالات ما يحقلك إنه كون في عندك شي أسلحة معينة تتشكل تهديد تهديدا لا إسرائيل شوها المنطقة هدا أنا إلي أنا بدي أنضرب بدي أنقصف وبدأ كل يوم يصير في بيوليشن للأجواء اللبنانية وهلو ما ليه أعتريد إنه شو بعمل كتر خيارهم بالخارجية بتبعط شك ولا شو اسمه للأمم المتحدة إنه ساجدوا فتحوا هالملف وحطوا ليها وبعدين بس آخر شي دكتور يعني الكونغرس بيفتح تحقيق باستخدام عسكري لبناني بالعديسة بروضتوا بس لتهديد العسكري الإسرائيلي الرائد محمد فرحات يغتال الأسلوع الماضي لأنه قال لأنه منعهم 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 يحطوا على الخط الأزرق طب مين هيدا الجهات البدا تسمح بتسليح الجيش اللبناني اللي يكون قادر عن جد يوقف بوج الإسرائيلي ياللي عم بيطالب بأن يكون الجيش اللبناني هو الأيمر الناهي أمنيا يعني إن كان لبنانيين حتى وغير لبنانيين لأنه بدوا الجيش اللبناني يكون في عنده القذرة التجهيزية يدافع عن نفسه يعني الضمانة أمريكية مفروض مين عم بيسلح الجيش اللبناني غير ولاية المتحدة اليوم الأمريكان هن الأكيدين اللي عندهم إمكانية هذه الضمانة إذا بدهم يعطوها ويخلوا هذا الشي يصير إردن أصغر من لبنان أو أنا مغلط أو هي ستة مثل لبنان لبنان عم بيأخذ بعض الأسلحة من الأردن وبعض المعونات العسكرية من الأردن بعض المعدات اللي تجينا من أمريكا يمكن عن طريق الأردن عندهم جيش مرتب وعندهم جيش منظم أوكي أنا أنت عم تقول مناخد الأسلحة بس نحن مش جايبينها من أمريكا مش مهم لك أنا مش مهم كل أي دولة صديقة بتعطينا أسلحة للبنان أنا بيخذها ليش بدي أرفضها لا ليه بدي أرفضها ما ليه حق نافي عن حالها بس آخر شي دكتور أبو زاد نحن عم نحكي عن جيش لبناني بشو مجهز دب بيت اللي بدنا ما عنده مستوى القتال الجوي بعد إسرائيل متفوقة صرنا بالأف خمسة وثلاثين يعني عم نحكي مئة بالمئة مئة بالمئة اليوم الحروب اللي هلأ اللي عم نشوفها بلش بالحرب الروسية الأوكرانية وهلأ اللي عم نشير عنها درونز بحد ذاتها ما حدا كان يفكر نتوصل لأنت الدرونز كأننا نستعملها مش هلنا التصوير أنه صاروا عم نستعملوها للأصف يعني ما رح يكون فيه بشري عم بيقاتل التطور عم بروح لمحليات كتير بعيدة هلا هو إذا بدنا نحكي عمليا نحن عم نواجه جيش 2050 أو 2070 بعد عشر سنين لقدام القدرة العسكرية والتجهيزية العمديها إسرائيل مفتوحة من الجانب الأمريكي شو قال اليوم اليوم كنت عم بقرأ كمان أنه بعتت أمريكا على الشرق الأوسط وين الشرق الأوسط يمكن يكونوا بإسرائيل يمكن يكونوا بقطر يمكن يكونوا بالبحرين أو بتركية الله بيعرف وين أنه طائرات صحيح البنتاجن عم بإعادة نشر لصواريخ إعادة نشر توطيقة لشو تجهيزا لشو هيك تحركات العسكر بشغلة مثل هاي أولا مكلفة مديا مكلفة حتى تحركة أنت الموباليزيش بيكلفك كتير مصاري في استعداداتها كتير مهمة في شي طريق بده يصير في شي هجوم على إيران بده يصير أو عشي مكان هني عم بيقولوا دفاعا عن إسرائيل وللحماية من احتمال رد إيراني بس هيدا هيدا بتطرح علامة استفهام كتير كبيرة يعني الأمريكيين منهم خارج احتمال يكون فيه مواجهة مباشرة مع الإيرانيين ما تستبع دي ليه بدك تستبع دي لأن الأمريكيين موضوع النووي الإيراني كتير حساسي حتى لو لو الخامنيني عم بقول أنه نحن ما بدنا ننتج إمبلي نووية لأنه هذا حرام أنك تستعمل بإمبلي نووية لا هلأ بس أنا عم بيهدده بتغيير أنا اللي بعرفه أنا اللي بعرفه مش أنا من مشطارتي نقلعنا عن أحد المسؤولين الروس بيقول لي الشي التالي أنه على قاب قوسين من إنتاج كمبلي نووية إيران يعني مجرد ما يعني العقيدة قادرين يكونوا أعلنوا عن إنتاج كمبلي نووية هذا حكي عم بحكيك إيه بشهر قاب من ثلاثة شهر عم نحكي من ثلاثة شهر قال لي على قاب قوسين لهذا السبب إيران لا تريد الدخول في حرب يعني مضبوط حديث المسؤول الأمريكي إذا ما أني غلطاني وزير دفاع لويد أوستن عندما تحدث وقال أنه إيران بيغضون أيام قادرة تنتج كمبلي نووية ممكن يكون هم كامل أنا عم بيوضحها أكثر أنا عم بيلك على قاب قوسين هذا استعمل عم بيستعمل الكلمة اللي قالها خليني أخذ هايدي بضوية عنوان علي أرجح حرفي يعني علاقات قوسين من إنتاج كمبلي نووية صحيح من هيك بتشوفي حماس بنيامين نيتانياهو بتحدي إيران هو عم بيرغب أنه يجر لأمريكا تتوصل معه قدرت إيران تتضرب المفعالات النووية لحاله مش قادر نوعية الأسلحة ونوعية ما بتساعده نوعية الأنابل ما بنعرف على أي غم أكيد أمريكا بتعرف لأنه منظمة الطاقة النووية وكالة الطاقة الزرية أكيد رايحين زايرين وبيعرفوا بيكونت معهم أمريكين وغير أمريكين وكذا أنه إذا بنتزكت شو صار بالماضي وأصار الاتفاة في 2015 الوقود ما نحطوا بروسية إيران ما قلبي تتقبل ما تحطوا إلا بروسية هذا الانفيتش بسموه اليورانيوم تخصيب تخصيب اليورانيوم المخصب حطوا بروسية حتى مسؤول روسي يقول أنه هذه الإمكانية صارت موجودة إذن يعني عندهم صار إمكانية يعملوا الأمريكين أخذوها لدواعي سلمية ولكن تحويلها لدواعي غير سلمية بيظل فيها عشرة بالمية بأعتقد لا يكون خص بالكامر 100% بعدين باكستان السنية عندها لا إيران الشعية ما بدو يكون عندها كمان هذا سؤال تاني بينسأل باكستان ولا مرة استعملتها هي والهند يعرفوا استعمالها مش مثل التهديد فيها مش مثل التهديد فيها لما بكون في عندك أنت إمبزرية بصير أنت عندك حرص كتير كبير أنك تهدي الأوضاع لأن تنضرب بإمبزرية وتضرب بصير في توازن بس عمليا هنا سوء تقدير أو ما بعرف فائد قوة وغرور عند بن يمين نتانياهو لما يكون عم بيدفع إيران أنه هي تروح إلى تعديل عائدتها النووية وهنا عارفين أنه قادرة تعمل ما أوقعت كتير فائد القوة بيوقعك مثل ما صار عنا مثل ما صار عنا فائد القوة توقعي فيها وقت هذا وقع كلام كتير كبير سؤال هنا إذا تعرضت يعني إذا تعرضت إيران لهجوم من بعد الرد طبعا الإسرائيلية عم بيقولوا الهجوم سيكون مؤذي أكتر نحن صرنا قدام ربما أعلان حكمي عن تعديل العائدة الدفاعية بإيران وإنتاج النبلة النووية يمكن هذا الشي أنا عم بلحكة هلأ أنه ممكن تطلع المسيرات أو الصوريخ من الأراضي العراقية هذا بين يباني يعني ممكن يكون آي ممكن يكون لا ولكن تا يحمل أردن لأنه أردن اليوم طالع لا فعليا المملكة قالت أنه أنا ما بده أستعمل أجواء لا يسر ما بده أستعمل أجواء الشي الأكيد الواحد يجب أن يأخذه عن الاعتبار أنه إيران دولة إيران عندها استراتيجية وعندها مصالح لألا وما بيرأي أنه الإيرانيين وبعدين الفرس يعني مش هدلهم بالديبلوماسية كما بقولوا بيطبحوا بخيط الحرير بيعرفوا يوصلوا لحفة الهاوية وما بيقعوا بالهاوية بيعرفوا كيف يتعطوا إسرائيل من مالتها بعم بتحاول أدر الإمكان أنه لأنه يمكن عارف احتمالية إيران توصل لهذا المكان عم بتحاول تقدير تضرب لأنه أي رد تفعل إيراني ممكن نجر لأنه تفعل أقوى بكتير من جانب إسرائيل أو ما بعرف إذا أمريكا ستكون معها هذا رقم واحد رقم اثنان كمين نحن لازم نكون واعيين وما نكون ما نحط رأسنا بالرمل صحيح صحيح أنه نقال إسرائيل بلغت أمريكا وأنه عرفت إيران وأنه بده يصير في ضرب بس صار في ثلاث موجات على إيران مش موجة وحدة بعد أول موجة قصف لإيران أعلن إسرائيل أنه بدأنا القصف لإيران ومش صحيح أنه ما صار في إصابات بإيران لأنه نحن كمان نحط إزجيته صار في أزيئ لإيران الأقمار الصناعية قالوا أنه في موقعين عسكريين تضرروا ما بعرف حجم الضرر بس أنه بشو رايحين نقصدروا الأمل الطيارات الإسرائيلية بس الإسرائيلية يقولوا أنه عطلوا إدري تأنتاج الصواريخ الباليستية ما بعرف إسرائيل ممكن يكون هدفه إلى أي مدى أنه في مركز واحد إذا عنده مركز واحد الإيراني يعني كارسي كمان بشان يعملوا الوقود للصواريخ الباليستية 18 مليون أداة مساحة لهذا السبب جغرافية طبعة كتير كبيرة ولكن يمكن الشيء اللي عملته إسرائيل كان في أزيئ لإيران ممكن مش الأزيئ اللي هين كانوا متوقعين إيراني كانوا متصورين لما تكون في أزيئ أكتر للمراكز النووية من ضربة مراكز البترولية من ضربة الأسباب تتعلق بأمريكا لأنه أنا قريد رابور بيقول هذا الرابور أنه إسرائيل تجاوزت ما طلبته أمريكا بالأصف المراكز اللي أصف ده بإيران يعني تخطط تخطط اللي هي كانت أمريكا تطلب منها يعني ممكن يكون فيه استهداف لمواقع قد تكون نفطية أو عسكرية نفطية لا لأنه كان دغري سعر البترول شاط يعني نحكي عن مواقع عسكرية قد تكون حساسة جدا مرتبطة إما بالبرنامج الباليستي أو بالبرنامج النووي ما حدا نقدر يعرف اليوم إذا إيران ردت وصرنا أمام حرب إقليمية تدخلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية شو رح يكون موقع روسيا خصوصا أنه بين إيران وروسيا فيه اتفاق طرفين عم بيقولوا أنه سيتم توقع بوقت قريب وإذا بدنا نعمل هيك مقارنة بسيطة مع الاتفاق استراتيجية اللي حصل بين روسيا وكوريا الشمالية المادة الرابعة الوحيدة اللي أعلن عنها بالفعل هي مسألة التعاون وتبادل التعاون العسكري بين دولتين إذا احتاج أي من الطرفين هل في مادة من هذا النوع باتفاقية التعاون الاستراتيجية بين إيران وروسيا الأكيد الأكيد أنه في تعاون وسيء جدا بين روسيا وبين إيران على كل الصعود العسكرية والأمنية والديبلوماسية والسياسية والتجارية والصناعات العسكرية مش أنه هذا مش سر ولكن بنفس الوقت أنت بتعرفي أنه بعده لتاريخ اليوم روسيا بعد ما زودت إيران بالأس أربعمية عدتها تبين أنه في عندهم أس ثلاثمية لأنه آلة إسرائيل ضربت هذه المنظومة أنه إيران ما في عندها ألا أس ثلاثمية وحدة كمان شوي كمان شوي ويرد الخبرية شوي غريبة أو ما قدرت هي عملت إنتاج لبعض الصواريخ الممكن تكون هاك إذا تطور الصراع بالمنطقة إلى حرب كتير كبيرة والتدخل الأمريكي ما ننسى أنه في مصالح لروسية بالشارع الأوسط تبدأ من سوريا عندها تواجد بسوريا أساس بسوريا أساس بسوريا ولن تبقى روسيا ببضع المتفرج بتقريلي بتتحرك عسكريا إذا ما صار في تحرك عسكري مباشر بالحد الأدنى تمد يد العون للحلفاء يلي هنين كانوا اسمهم إيرانيين وغير إيرانيين وقالوا لبنانيين كمان لبنانيين هنين بتحلفوا مع دول ما بتحلفوا من دولة إلى دولة هذا لا يعني أنه ما عندهم اتصال مع حزب الله بيحكوه النوية بالعكس من هيك أنا أقول لك اليوم المقال اللي كتبوا السفير الروسي اليوم مهم كتير وصف كتير مهم وحد يقرأه بدقة يقرأه يبتمعه ويشوف بين السطور في موقف واضح من الجانب الروسي واضح بيحمل المسؤولية لإسرائيل صحيح ويدافع عن اللبنانيين عن الطرف اللبناني ويدعو إلى تنفيذ السبتاعش صفر واحد وهذا هو الحل الوحيد مع العالم أنه نحن لن نتدخل بالهندسة الجيوسي بالأكيد أني ما بتدخلوا بالهندسة الجيوسي هذه معروفة هذه شغلة معروفة عندهم بتاريخهم يعني ما أنه ما أنه شي جديد ولكن هذه بتعطيكي قراءة لأنه من أسبوع كانوا يوفد روسيوان بإسرائيل عم بتفاوض مع الإسرائيليين كرمي الموضوع وقابة لأنه بيعتبروا أي تطور يسيء إلى الوضع في لبنان أكتر ممكن يشكل تهديد إلى الداخل السوري خلينا نذكر هذا الشي الواقع بسوريا كتير حساس من هيك عم تشوفي اليوم تركيا من مال روسيا من مال عم تحكي مشان يعملوا نوع من من اتصال مع الرئيس الأسد يعملوا مثل تسوي اتفاق تيدفعوا الأكراد التمنطبعة أو قصد ومبينة عم تحسي للتحركات اللي عم بتصير حتى من المعارضة السورية لأنه روسي بيعتبر الوحدة الوحدة الجغرافية طبع سوريا كتير مهمة لأنه دخل إلى سوريا للحفاظ على الوحدة الجغرافية ضد الموقف اللي كان محطوط قبل بتجزئة سوريا وتجزئة المنطقة لكيانات طائفية كما تريد وترغب إسرائيل دكتور يعني عم بتقلي هنا أنه لما ينضربوا الأكراد بسوريا سيكون قد ضرب مشروع ما يعرف بكردستان الكبرى اللي كان البعض بيعتبر أنه سيكون شريك أساسي لإسرائيل بالمنطقة صح ليش لأنه عندك بيت سوريا وبالعراق وبتركيا تبلش معي تركيا ما بدا كردستان الكبيرة أو أنا مغلط حكما سوريا ما لها مصلحة فيه أمر واقع اليوم هالأمر الواقع إذا نزال ضمن إطار اتفاق معي لأنه تركيا بتلك أنا مستعدة أعمل اتفاق مع سوريا بس في عندي شرط حزب العمال الكردستاني هذا ما في ضل هناك عنده مقوى عنده دخول بدون يسكره رئيس الأسد بده مصلحة بلاده بيعملها بيعملها ليش ما بيعملها في عنده شروطه في شروط مقابلة من التركيا والعراق أساسا والعراق أساسا موجود مئة بالمئة هذا موضوع كتير مهم وحساس أنه إذا بتشوفي الخارطة كل ياتها الموجودة اللي جاء نحكى هلأ من فترة مش من زمان ما نحكى عن ترانسفير شيعي صحيح إذا بتشوفيه أنت كيف المنهجية اللي عم بتصير بتدمير القرى تدمير هالبيوت ودخولهم إلى الداخل اللبناني مليون مليون ومئتين ألف راح مئة ألف على سوريا مدري كم أربعين خمسين ألف أو أكتر راحوا على العراق أنا لأنه ابن جبل وبعرف شو معناته العالم بترجع بس بدها ترجع وين لوين هذا السؤال كتير كبير بدها ترجع لوين إذا مش مقومات الحياة موجودة الإنسانية البيت وزراعته مدرسته مستشفى طبعه جامعته إذا هدول كلياتهم مش موجودين كأنك أنت عم بتفرغي كأنك عم بتفوتي به بالجو اللي كمان عم بلحكي عنه واضح أنك تستغي بهذا المكوين وهذا خطر كتير كبير مش بس على لبنان على لبنان وعلى المنطقة كل حكما مثل ما صار التهجير للمسيحيين صار في خطر أكيد عم تكسر توازن عم تكسر توازن مية بالمية عم تكسر نسيغة اسمها لبنان يلي هي السيئة تعتبرها نقيد لألة أوكي إذا بدنا نحكي أنه الروس عم بيركزوا على وقف نار بلبنان إنهاء الحرب صح بلبنان وين وصلت محادثاتهم مع الجانب الإسرائيلي خصوصا أنه روسيا ما في قطع علقات مع الإسرائيلي بالعكس هناك شراكة مع الإسرائيليين لبل مفادي حماس سمعوا كلام كتير صريح من الروس إنه نحنا ما أيدنا حماس نحنا رفضنا الهجوم يلي صار ب7 أكتوبر ولكن نرفض الإبادة الإسرائيلي بالتالي اليوم الروسيا تواصل مع الإسرائيلي شو كان الجواب عند الإسرائيليين مدى الاستعداد لينهو حرب ونتانياهو بعد منه مأمن ما يعتبره إنجازات لألو قده قدرت الروس أنه يتدخل قدرته أنه يتدخل أكيد مش مثل قدرت الأمريكي أنه يتدخل حتى نكون بعين هنا يعرفوا هذا الشيء رقم واحد رقم اثنين بالنهاية إنه روسيا دولة عظمة وعند علاقة مع إسرائيل وفي علاقة مميزة بين نتانياهو بين الرئيس بوتين حتى كمان نقول موقف روسيا على الرغم من الضربة بأوكرانيا بس هلأ في قطيعه إلى حد ما كان إذا فنذكروا حتى الوكايلة اليهودية ما كتبها بموسكو سكر الرئيس بوتين كرميل هك لكن بالنهاية كمان روسيا دولة في عندها مصالحة وعندها استراتيجية طبعا بدأت تفكر انتلاعا من هون أحد الشروط قد يكون لصار لأنه أنا أحد الأصدقاء لقالي كمان من المسؤولين الأساسيين بيقولي في عنا نحنا بالاتصالات بإسرائيل عم نحكي معهون رسائل رايحة رسائل جهية وأنا شخصيا أنا أنا بتذكر حتى بيقاب بيقلي إجت السفيرة الإسرائيلية لعندي قالتلي نطلب تدخلكم مع حزب الله وإيران لأنه إذا ما صار في تنفيذ للـ 1701 سوف ننفذ بـ 1701 بالقوبة العسكرية جوابه لقالها كان جربت القوبة العسكرية عدة مر أول جواب قالها 1701 في طرفين مش طرف واحد في أنتوا من المال عم تعملوا بايوليشن أنتوا كمان بكنتوا في الخرؤات الشي الثاني جربت إسرائيل بالسنوات الماضية الـ 78 والـ 96 وسنة الـ 82 وسنة الـ 2006 شو كانت النتيجة التصعيد والإتال بهيك شكل ما بيولد إلا تصعيد وإتال وتشدد أكتر وأكتر الحل هو بالتفاوض على إنشاء دولة فلسطينية اللي هي الإشكالية الأساسية هذا بيبلش هون تانيا أن الأمور التانية 1701 نحن بنحكي مع المسؤولين اللبنانيين ومع المعنيين لتطبيقة بس بدأ يكون تطبيق طب المحترم من الطرفين مش من طرف واحد وفيه عندكم أنتو شي معيان تقولون تنسحبوا منه هذا كان الجواب نقاط المتنازع علي نقاط المتنازع علي مية بالمية مفترض ما زيرها شبعة مية بالمية مية بالمية هذا الجواب كان المسؤول للروسي لقال لنهني وما تنسي أنه بإسرائيل فيك جالية روسية كتير كبيرة ومؤثرة انتخابيا يعني نتنياو له مصلحة كمان نتنياو له مصلحة اللي صار هلأ جديد شيء متعلق بأوكرانيا يعني أنه حبيبي أنت سوريا ما تلعب معنا فيها أوكي أوكرانيا بيكفيك تدخل نحن قادرين نحكي مع أصدقائنا وحلفائنا للتوصل إلى نوع من تفاهمات معينة لوقفة الأنار ونأخذ معنا الاعتبار مصلحة الطرفين أف معادلة كتير كبيرة إيه إذا تشوفيها بالنص طبع البيان اللي كاتبوا المقال اللي قيله هو مرنو تفسر بها بس أنا تعمل تفسرها بس هذا أنا عم فسر لك لأنه أحد لتلك الأشخاص المسؤولين يلي هو بتعاطى بهذا الملف مسؤول هو بتعاطى بالملف السوري تحديدا يعني سوريا جزء أساسي من كل اللعبة إذا بتلاحظي اليوم أنه قداش نقل أنه الشرطة العسكرية الروسية انسحبت من منطقة لا يطرق مش مظبوط ما صار في انسحاب ما صار في انسحاب لم يجب أن يصبح في انسحاب البعض اعتبر والتحليل فسرها أنه قد يكون أبتباط روسية للإسرائيل لمين ما في أبتباط بشاريع وجودها بسوريا للحفاظ على الدولة السورية وعلى النظام السوري هل هي كمان إلى مصلحة تكون موجودة على شرق المتوسط طبعا كمان فس بحري أكيش وعندها اتفاق مع الدولة السورية على 49 سنة وهل أنا ما عملوم لأن الدولة بتحترم حالة بتنفذ مصالحها مش أكيد أين تكون هذه الدولة هذه السورة إذا بدك الفعلي المعادلة دكتور عم تحكينا سوريا أوكرانيا مقابل اتفاق يحمي أمن إسرائيل وأمن لبنان مية بالمية طبعا ومن ضمنا الفعليا أن العمل على إنشاء كيان فلسطيني مستقل فعلي على الرغم أنا شخصيا بقلك أنه أنا حضرت كنت بموسكو كمان أنه حضرت نقاش بين الفلسطينيين المسؤولين إن كان من قبل السلطة ومن قبل حماس ومن قبل حركة فتح بقطلوا بعضهم ما هي المصيبة عند الفلسطينيين إنه ما في موقف واحد أولا ما في موقف واحد عندهم والعرب من وراهم ما حدا بقى دريان بالقضية الفلسطينية ونسيين طبعا كانوا كلهم راحين على التطبيع مية بالمية لأنه حماس مش حماس حماس اليام حماس يعني مين من الدول العربية بأي حماس أعطيني دولة عربية واحدة بتأي حماس ما في إلا قطر حتى قطر لأنه في إلا دور تحكي معهم كمان أمريكا بيعتبروا كأخوات مسلمين من النماحية ولكن عندها دور كمان ما بدنا حدا يحكي معهم أمريكا مكلفتها تحكي معهم يعني هي أكتر من تأييدية مسألة الوسيط القطر لأن المساعدات تبتجي من عندهم هي وسيط وسيط مقبول صادق بالنسبة لألون الحماس إذا بدنا نقول قعدت أي حل سوريا أوكرانيا مقابل تطبيق كامل وفعلي للسبة عشر سفر واحد صح ما بند إنشاء أو مشروع إنشاء الدولة الفلسطينية مئة من مئة وهناك بدنا نشوف الفلسطيني إنه زراح يتوحدوا على إنشاء هذه الدولة مئة من مئة وتسعى روسية لهذا الموضوع صار في لقاء من فترة أصيرة وصار في لقاء آخر بمصر باعتقد مباري حواليوم في عملية عم بتصير مثلها هيك شغلات بتاخد وقتها طبعا ولكن المراحل يعني لكن كل عملية عسكرية كل حرب بتصير بالنهاية بدأت تنتهي وين بمفاوضات بتفاوض واتفاق كل تصعيد أي تصعيد عسكري بسياد بيكون كمان فيه مقابله عملية تفاوض موقفي بمكان معين أنا بحسن شروطي على الأرض على الميدان التاني بحسن شروطه بمكان آخر كل هذه مربوطة من لبنان من غزة للبنان تتوصل إلى وين لإيران دكتور من شان هيك شفنا بأوكرانيا بخلال هيدا الأسبوع تحديدا أول شي في عدد كبير جدا من البلدات أعلنت قوة الروسية تحريرة دونباس وغير مناطق بالمقابل في صوت بأوكرانيا بلشي على أنه خلص القوات بدأت بالانهيار زيلنسكي بيحكي عن تراجع المساعدات للليجئين يعني وكأنه عم نشوف مؤشرات هذا الاتفاق أو محاولة الاتفاق الروسي الإسرائيلي بلش بأوكرانيا مش بس الإسرائيل لكن كمان حتى أوروبا ما أوروبا تعبد اقتصادياً أوروبا تعبد تضخم اللي صاير بأوروبا الحرب الأوكرانية الروسية معكست اليوم اليوم روس جاسبروم عم بتقول أنا بدي أعطي 42 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عن طريق مين أوكرانيا اليوم ما رح يقطعوا الغاز بابا مش رح يقطعوا عن أوروبا بعدهم لليوم عم بشتري بيترول وغاز لليوم رغم العقوبات رغم العقوبات ومين عم بشتريها فرنسا عم تشتري بريطانيا عم تشتري البترول عم طريق الهند كله هذا سيكل ماشي سيكل ماشي لو كان في عقوبات ما بلك لا في عقوبات أكيد موجودة على المصارف على بعض الشركات وكذا بس أنه في اقتصادات بالعالم بدأ تمشي مش قادرة أمريكا لحالة تغزي الغاز بكل لكل أوروبا رغم أنه كانت أكتر المستفيدين بمرحلة من المراحل بعدها من الحرب وبعدها أوكي طيب إذا عم نحكي عن بداية مؤشرات على جبهة أوكرانيا يعني مفترض ما يطول الأمر لنشوف بداية مؤشرات على الجبهة اللبنانية لأ منحكي عن تصعيد أوكي بس تصعيد لأيمتان استنزيف طويل مع نيتانياهو ما فيك تتوقع ماتا بيخلص في التصعيد لأنه بيعتبر الحل العسكري اليوم بالنسبة لأله هو الحل الأمثل لتلك أوقات فائد القوة بيوضي بيلعب دور كتير كبير بالعقلية هذا اسمه حكومة الحرب اللي هني بيسموها طبما اليمين المتطرف هلأ بيعتبر أنه في عنده الفلصة المناسبة بس بلشت المشاكل عند اليمين المتطرف لو أنه بلشت المشاكل بتبلش المشاكل قيمتها لما بيبلشوا ينحكى فعليا أنه سوف يحتمالية للاتفاق السياسي بصير كل واحد يقول أنا شو طلع لي من هون أنا شو طلع لي هون نيتانياهو اليوم كاليكود جاي بالمصافة الأول من حيث الشعبية حكما لأنه الشعب أنه إسرائيل مش ضد أنه بالإسرائيل يقول لك أنا لا بدي أخلص من حزب الله أنا بدي أرجع الأسرة بس ما بهمهم إذا بيعملوا مشكلة مع حماس أكيد بأخير هم عنده نازجع الأسرة لأنه لتاريخ اليوم شو التفاوض نيتانياهو نيتانياهو هم من الأول أعتبرون أنه قد يكونون ميتين لأسباب سياسية بتخصوا داخلية ولكن هذا لا يعني أنه ما فيه تملم بعدين اقتصاد طبع إسرائيل كمان تعبين يقال أنه بحدود 700-750 ألف إسرائيل يتركوا رجحوا إلى البلدان اللي هن يجوا منها هذا كمان هذا الاستنزاف هذا ضغط كبير هائل عليهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كله هذا بلعب دور ولكن بنهاية الأمر بدهم يوصلوا مجبرين بالاستنزاف العالم تتعب الحرب لما بالطول بتتعب كل الناس كان فيه دكتور كان فيه كلام أنه نيتانياهو وصل لديل مع الديمقراطيين أولا لأنه كامالة هارس أرقاما يبدو أنه كانت هابتا سبقت سبقت الأيام الماضية لديل على اعتبار أنه ممكن يوصل معهم على اتفاق حول محاكمته محاكماته مش محاكمته الوحيدة وبالطالي نيتانياهو له مصدحة بالذهاب إلى اتفاق مع الديمقراطيين ولكن طبعا نحصم نتيجة الرئاسة الأمريكية قبل وبالطالي أدي المعلومات أولا دقيقة وتانيا يعني منبلش نحكي باحتمال حكي عن المفاوضات بعد الانتخابات الأمريكية أكيد بعد الانتخابات الأمريكية ما رح يصير شيء قبل الانتخابات ياللي ما قدر رح عمل حل كل هالفترة بعد في عنا نحنا اليوم السبت الانتخابات رح تصير يوم اليوم الثلاثة للثلاثة خلص هلأ خلص بروحوا صمت كامل يعني لكن كمان كنت عم بقرة شيء لفتيا نظري أنه اليهود بأمريكا من قصمين شيء بقيد كامالا هاريس شيء بقيد يلي بقيد الرئيس ترامب يلي هي صاحبة جيروزالم إسرائيل هيوم هيدا المؤسسة الإعلامية الكبيرة حطت مئة مليون دولار بالكمباني تبعيته الحملة تبعيته للرئيس ترامب والواقع أكتر اللي عم بيبين أنه لقى التطرف اليمين اللي موجود بقلب إسرائيل يميل إلى دونالد ترامب هلأ بهالفترة الأخيرة أنه هذا تفسير أنه ليش نتنياهو ما عطى هذه الورقة لو وافق على وقف إطلاق النارين لما راح الرئيس ميأتي على نيويورك كان شو اللي وقف الاتفاق أنه أنا مستعد كنت أنا بس أنا بدي أعرف قبل ما أقول أوكي نهائيا بدي أشوف شو التفاصيل يا حبيبي طاول اللي بيالك على التفاصيل روح 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 بخربت بهذه الطريقة هو اليوم اليوم لا بدوا يعطيهم شي مثل كارتب بلاش للديمقراطيين اتنينات بحاجة لأله اليوم اتنينات بحاجة لأله يعني هو عم ينتخب رئيس ولاة المقادرة هو عم يساهم باندخاب الرئيس انتبهي بالتصعيد اللي عم يسير قد يكون العرب واللبنانيين تحديدا ليش بقولوا على ديربورد وميتشيغن في حملة كتير كبيرة مضبوط انه هالأصوات الإسلامية والعربية ومنها اللبنانية اذا صبت بمكان معين ممكن 15 صوت بالمجمع الانتخابي بتروحي للمكان آخر كمان المسلمين اللي الموجودين بقلب أماركا ككل صحيح وين بدون يروحوا واليهود المقصومين وين بدون يروحوا بتقول لي الأوات بلعبوا 50-50 برهنوا على اتنان برهنوا على اتنان من هيك ما حدا منا قادر يحسم هذا الموضوع ولكن من هلأ لخمس الشهر أنا مني شايف أنه أي شيء بده يصير قريب حتى لو أجأ خمس الشهر كائنا من يكون الرئيس عنده فترة سماح عنا من هلأ لأخر السنة عمليها بصاعد بعد مين عم بوقفه بس ممكن البعض بيراهن على أنه بعد الانتخابات الأمريكية وتحديد هوية الرئيس ممكن يكون بلش الحكة الجدة أو صار هذا الرئيس المقبل له إمكانية التأثير أكتر على بين يمينا تانياهو على الأقل في عنده إمكانية الحديث مع إدارة جديدة جاية هذا بالحضر يعني بيبلش الابتزاز بشكل رسمي أكتر صح حتى اللي فتلي نظري أنه زوزة كامال هاريس يهودي نعم مليونير يهودي هي المليونيرية كلهم تكون أوكي بدنا ننطر إذن نتائج هذه الانتخابات ولكن الحل مثل ما هو واضح بلبنان 17.01 لا أكتر ولا أقل هل الروس يتفق الروسي هل يتفق مع الأمريكي على ضرورة أن يكون هولاك آلية لتطبيق 17.01 الواضح من الجانب الروسي هو أنه موقفهم هو التالي في 17.01 قرار طلع من مجلس الأمن صحيح كما ينص هذا القرار لازم يتنفذ ومين اللي هي روسيا تدعم الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية بهذا الموضع ما عندها هي رأي خاص بهالقصة إلا ما ينسجم مع أرار الدولة اللبنانية كان واضح هذا الموضوع أبدا أرار الدولة اللبنانية عم نحكي نشر الجيش تعزيز الجيش تعزيز اليونيفل انسحاب إسرائيل كامل وقف طلعات وخرقات يعني مش مش مظبوط متل ما اقترح أنه ينعطى إمكانية لإسرائيل تكون عندها دور الرئيب ولو بطريقة غير مباشرة عبر رجنة أمنية بعدها عم تخرق أنه هي تعطيب الإسرائيل أنا عطيت الجيش الدور مرة الماضية بس ما قدر الجيش منع حزب الله أنه يخزن أسلحة على الحدود وشتكين المنطقة إذا اليوم عم نطبق 17-01 قبل استشهاد للسيد حسن نصر الله قال نحن وافقين على 17-01 مظبوط مظبوط وتبلغت الحكومة اللبنانية وبلغت الجانب الأمريكي بهذا الخصوص بعضه الشيخ نعم قاسم عم بقول نفس الشي يعني رح يكون فيه التطبيق من الجاهتين مشكلة ليه أنا بدي حط بس على حدود أعمل 3 كيلومتر من عندي أو 5 ليه ما بعمل كمان 3 و 5 كيلومتر من الجانب الأخر ممكن نشهدها لأنه اليوم حجم التدمير واضح حتى وكالة AP اليوم عم بتقول أنه حجم التدمير على الراحة الصناعية واضح أنه فيه مخطط إسرائيل ولا لا بتطبيق الـ 1701 رح تكون بالمنطق لازم يكونوا من الجهتين بالمنطق لازم يكونوا من الجهتين إلا إذا أنت كنت خسران بالميدان ما حدا رح يعلم لكن خسارة الاستسلام هذا المنطق إذا بديك أنت تمشي مثل ما هني كانوا الإسرائيلية عم بيطالبوا بالبراء اللي بعطوها للأمريكيين هذا استسلام بالكامل من هيك إذا فيه نية لتطبيق الـ 1701 انت لا أن من وقف طلق نار وحديث عن اتفاق يشمل كل المشاكل والنقاط الخلافية بين لبنان وبين الجانب الإسرائيلي بحران بران والنقاط اللي هي هذه الـ 12 نقطة اللي بعدهم على الخط الأزرق أو حتى مزارع الشبعة كل كل التفاصيل هايش ما عم بنحكها أن تكون تحت إدارة دولية مزارع الشبعة على مرحلة انتقالية مزبوط يعني هايدي كل يتا مبحوثة كانت نبحث فيها قبل وتجمدت لأنه كان الجانب الإسرائيلي عم بيرفوض طيب شو رح يعملوا على مسألة الحدود بين لبنان وصوريا كمان بالمرحلة الماضية كنا شفنا قصة المراقبة الدولية على طول هذه الحدود مية بالمية إذا بتلاحظي أنت شو المطلب إسرائيل تشوفي اللي هي المخططات الأمنية العسكرية اللي عم تعملها من النقرة لوان لشبعة للحدود الإسرائيلية يكون في عندك هدول الأبراج حتى العسكرية اللي هلأ موجودة بس على حدود سوريا رح يقبلوا الروسي يكون فيه نشر لقوات دولية أبراج مراقبة على حدود سوريا هذا سؤال كتير مهم هذا الشيء الروسي بيعتبر هذا بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية ما بيشكل تهديد بالنسبة لأله معاملك لا هذا بيكون اتفاق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية ما قالوا علاقة فيها الـ 1701 أوكي يعني هون عامن كتير واضحة فكرة توسيع الـ 1701 لا يشمل الحدود هون عم تطلع أنت من إطار الـ 1701 ما هي بقولولك لأنه مستند إلى القرار 1680 و 1559 ترسي من الحدود 1680 و 1559 بالبنود تبعه ما هي أنا رينيك كلها يتنا الإشارة لأله للـ 1559 و 1680 تفسير عند البعض جاوز المنطق الأنوني إذا بدك بكتير فيه هدول الاثنين موجودين ولكن أنا بيني بين دولي اسمها سورية شائعة أوكي هاي مش دولي عدوة عظيم بل شي معي أنا وياك من هناك في نقاط خلاف نحن بيهم ايه صعبين بالتفاوض وإليك أكتر ما بتتصوري عنا يمكن خلافات بكرة على البحر باستخراج البترول على الحدود الممرات اللي مفتوحة مش معروف كم كم وخلافات على الشعب السوري وخلافات على الشعب السوري النازح اللي عنا كله هدولي هيدا إطار اتفاق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية بلحظة من اللحظات لازم نكون في حكي بين اتنان بين الدولتان هيدا تايطلع أنون أيصر اللي يصير في حكومة هون تسترجى تحكي حتى هذا الموضوع بموضوع النازحين السوريين شو دخل أنون أيصر طلع وزير خارجية لبنان وكذا وزير لهونيك واجتامعوا فيه ما كتير استرجوا يحكوا بهذا الموضوع هلأ بدنا نحكي هلأ بهذا الموضوع مش اليوم عم بقولوا أنه المملكة العربية السعودية والإمارات عم تحاول تتفق مع الرئيس الأسد لحتى يساعدوا حتى يبعد شوية عن إيران وأمريكا مستعدة تحرر موضوع الأينون الأيصر ما هكذا بالسياسة بالدبلوماسية الأمور بتصير هيك حلو آخر سؤال وهو سريعا جدا بعرف ما حكينا بموضوع الرئاسة إلا علاقة أو ما بعرف هل رح نكون أمام انتخاب رئيس جمهورية بوقت مبكر أو لا كله سينتظر واقف إطلاق النار ودخولنا بمرحلة السلام العسكري إذا عم تسأليني أنا كمواطن لبناني وجزء من الطيار الوطن بلليك بدي رئيس جمهوريين باري إذا عم بسألك كمصدر معلومات عم بقاطع إذا عم بسمع والآخرين شو عم بيحكوا بقولوا لا بدنا وقف إطلاق النار المعنيين مباشرة بهذا الموضوع إن حزب الله والرئيس بري بدو يمشي بنفس المنطقة بس نحن لازم نكون محضرين حالنا كلبنانيين كمجموعات سياسية كأعزاب يتحكي مع بعضها تتكون أناعات بأي مرشح توافق ممكن يوصل رئيس جمهورية وشو البرنامج طبع رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة دك تعملي باكتش كامل لأنه ما فيك تعدي ما عندك تراف الانتظار لما بصير فيه اتفاق على وقفة لأنار بدك دغري تروحي بلش تعمل جلسات للمنطقة تكون مهيئة الأرضية من هون الوزير بسير مع النواب الطيار عم يشتغلوا شغل كتير كبير مع كل الحزاب لهذا السبب يكونوا أناعات معينة حتى يكون في اسمين أو ثلاثين نزل فيهم ويلي بياخد أكتر هناك بروحوا بينتخبوا رئيس جمهورية لأنه بدك تستغلي هالزرب هالكوريدور أو هالنفذة واللحظة تقدر تقومي أنت فيها إن شاء الله هذا يكون الشيء يصير بفترة قريبة جدا إن شاء الله على أمل أول شيء لكن وقفت لهم بدل في أمل دائما أمل شكرا لك شكرا لك على مشاركتنا بهذه الطغطة وعلى كل هذه المعلومات على أمل لقاء قريب